لا أبشركم خلاص. HTC لقت الحل لكل مشاكلها وتفاصيل أكثر عن أندرويد N في هذه الحلقة. طب خلونا نبدأ في الأخبار على طول. أول خبر رح يكون عن أندرويد N. إذا ما ترشو أندرويد N هي النسخة القادمة من أندرويد. اللي احتمال يكون رقمها 7.0 بس ما زال غير مؤكد إلى الآن. التفاصيل الجديدة تقول بأنه جوجل راح تغير كثير من التصاميم. قائمة التنبيهات اللي بالأعلى راح تتغير شكل التنبيهات. بالإضافة إلى ذلك طبعا هم راح يشيرون الأب درور اللي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية إذا كنت ما تعرف إيش هو. هذا راح يكون تغيير كبير شوفه في الحلقة الماضية. كذلك يبدو أن فيه المزيد من التغييرات من ناحية التصميم في القوائم الإعدادات. وفيه حتى ترتيب الإعدادات نفسها. يعني أنت تعودت عن إعدادات في النسخة الماضية. لا الآن تغيرت وتتعلمها من جديد. كذلك جوجل حاولت أنها تسهل شوية الإعدادات فبالتالي طلعت شوية خيارات موجودة بالداخل وحطتها بالخارج. فبالتالي ما عاد يحتاج أنك تدخل في بعض الخيارات وتبحث في المزيد عنها. ما فيها الآن أمثلة ولكن هذا شوية قالها المصدر. على كل ندخل إلى خبر HTC وشركة HTC اللي متابع يدري أنها قاعدة تعاني وتعاني بشكل كبير جدا. والآن رئيستهم التنفيذية الجديدة لقت الحل لكل مشاكلهم. كل مشاكلهم انحلت من خلال قرار واحد طبعا هم معنا وعنا رسميا. والقرار هو أنهم يغيرون اسم هاتفهم الرائد. فبدالما يكون 1M10 راح يسمونا HTC 10. يعني HTC ربما تعتقد أنها إذا غيرت اسم الهاتف راح تتحسن و راح تنحل كل مشاكلهم. والناس كلها راح تبدأ تشتري الجوال عشان الاسم تغير. أوه والله مو بنفسها سلسلة 1 لا هذا تغير. على كل المزيد من الصور تتسربت لهذا الهاتف كلي. تثبت بأنه راح يجي بنفس تصميم ال-A9. ما زالت السماعات الأمامية ما راح تكون موجودة بالرغم من أن هاتفهم الرائد. يعني وهي موجودة في ال-M9 وال-M8. فبالتالي نشوف خسارة كبيرة. بالمقابل راح تشيل السماعات و راح تضيف البصمة. أما بالنسبة لبقية المواصفات نتكلمين عن سترام دراغون 820. أربعة كايبايت رام شاشة كواد HD. بالإضافة إلى كاميرا 12 ميجابيكسل. ويمكن يكون معها مستشعر الليزر مثل أكثر هواتف LG اليوم. على فكرة HTC وعدتنا بأن الكاميرا راح تكون ممتازة. بس عشان أذكركم ترك كل سنة تقريبا هي توعدنا بشي مشابه. فخلونا نشوف التجربة خير وبرهان. عشان كده أبغى أسلكم سؤال اليوم. بما إن إحنا شفنا الجالاكسي 7 وشفنا الجي 5 صحيح ما جربناها. بس مبدئيا إيش تتوقع إنك راح تشتري لو كنت راح تشتري. هل هو الجي 5، الجالاكسي 7 أو الـ HTC 10 يعني. أي منهم تعتقد بأنه لفت انتباهك أكثر في أشياء أكثر مثيرة ممكن تهمك. بالنسبة لهاتف نيكسس القادم ما زال في الكثير من وقت عليه. لكن مع ذلك بدأت تطلب على التسريبات اللي تقول بأنه راح يجي من HTC. وما زال الخبر غير مؤكد. ولكن في ميزة راح تكون موجودة فيه. وهي 3D Touch اللي احنا شفناها في الآيفون 6. وكذلك شفناها في ساعة أبل قبل الآيفون. وإذا ما كنت تعرفوش هي 3D Touch. هي خاصية تسمى باللمس ثلاثية الأبعاد. وكانت تسمى سابقا فوس تتش. وهذه الخاصية تخلي الشاشة تقدر أنها تحس مدى ضغطة إصبعك عليها. وبالتالي هي تقدر تفرق بين اللمس وبين الضغط. وهذا يعطي المطورين المزيد من الفرصة أنهم يستغلون في المزيد من الحركات والخصائص. سواء في الألعاب في التطبيقات وفي غيرها. حنتقل لأبل وعندنا مجموعة من الأخبار عن الآيفوناتها القادمة. أولاً راح نبدأ مع الآيفون 7S مو الآيفون 7. بالنسبة لل7S يعتقد بأنه راح يجي بشاشة OLED. الأخبار السابقة كانت تقول بأنه شاشات الأوليد أبل راح تستخدمها مع آيفون 8. لكن اليو في 2018 لكن الآن في شوية تقالية تقول بأنه أبل ممكن تستعجل أكثر وتقدمها مع الآيفون 7S اللي راح يكون في عام 2017 بمعنى أنه راح يكون السنة الجاية. وهذا يعني وقت أقرب مما نتوقعه. بالنسبة للشاشات الأوليد غالباً أبل راح تأخذها إما من الجي أو من سامسونج وللآن ما قررت بحسب التقرير. وإذا فعلاً كانت شاشة الأوليد راح تستخدمها أبل مع الآيفون 7S هذا معناته أنه الشاشة ما راح تتغير والتصميم ما راح يتغير راح يكون نفسها تصميم الآيفون 7 مثل معودتنا أبل لأنه تقاري سابقة كانت تقول بأنه إذا استخدمت الأوليد سكرين راح تصير منحنية من الأطراف مثل هواتف سامسونج إج. لكن إذا استخدمتها في iPhone 7S هذا معناسب رح يكون النفس تصميم iPhone 7 وما رح تكون اج من راحت الأطراف طيب خلونا من home 7 خلونا نردع شوي وراء قبل iPhone 7 ويتكلم عن هذه السنة هذه السنة Apple رح تطلق iPhone 7 وراح يكون بنسختين لكن متى في نهاية السنة رح تكون iPhone 7 العادي والcom 7 Plus و اللي رح يكون بالحجم الأكبر في تقرير يقول بأنه Apple رح تطلع iPhone 3 و اللي رح يكون iPhone Pro وهذا الهاتف رح يكون بنفس حجم الـ Plus وبتقريب النفس المميزات البلس لكن الفرق إنه راح يكون فيه كاميرتين بدل كاميرا واحدة خلال 2015 وحتى خلال الآن 2016 كثير من تقارية تقول بأنه أبل قاعدة تختبر هاتف آيفون بكاميرتين هذه أحد الخمسة أو سبع نسخة اللي قاعدة تختبرها أبل بس هل هذا معناه بأنهم راح يطلعون في نسخة ثالثة أو راح يكون في البلس هذا الشيء ني مازال غير مؤكدي للآن لكن أكيد كل ما قربنا من سبتمر لإحتمال تعلم فيه أبل عن الآيفون راح نحصل على شوية أخبار مؤكدة أكثر لأنه أبل مازالت تختبر آيفوناتها إلى الآن مبعد قررت شخصيا ما توقعنا راح توصلنا نتعلق عن ثلاثة آيفونات ما أتوقع هذا الشيء لكن حنشوف إذا قربنا من سبتمبر حننتقل لثالث أكبر شركة بالهواتف الذكية منه نتكلم عن هواوي الهواوي راح تعلن هذا الشهر عن الـ P9 وهذا تصميم اللي موجود أماوكو سربت مجموعة من الصور اللي طلعنا تصميم الـ P9 من عدة زوايا والتصور واضحة جداً وصراحة تصميم حلو بس هذا كل اللي عندنا عن الـ P9 الآن ألنكلمة عليك أنك هو تنتظر عشان نشوف متى راح يعلوه عن الـ P9 وأخيراً الخبر الخير يقول بأنه شركة هواوي وكذلك يمكن شاومي يأخذون شاشات منحنية من سامسونج أو من LG فبالتالي احتمال كبير أن نشوف هواتف بشاشات منحنية سواء من هواوي أو حتى من شاومي وكذا انتهت هذه الحلقة أنا دائما نشوفكم في الفيديو القادم أو في الحلقة القادمة مع السلامة ولحظة قبل ما تروح فكرتني يعطي أحد متابعينا هدية خصوصاً لقع شوف الفيديو للأخير الهدية راح تكون ساعة Moto 360 Sport اللي سويتنا مراجعة في القناة إذا كتبتع في الساعة تقدر ترجع وتشوف المراجعة كاملة في القناة كيف تشارك بهذه الفرصة اللي ربحها للساعة والتفاصيل راح تكون من خلال رابط بالأسفل مع السلامة